السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كانت منا انتم تجاهدوا هذا الفيديو يلقاكم بصحة جيدة وباحسل احوال اولي مريض ربي شافيه ويعافيه. على بركة الله. سنبز معكم لهذه الوصفة هذه تغطية وصفة غزالة بزاف سباغة الشعر وكترتب الشعر اهم شيء على البنات ان هذه الوصفة هذه كتعطينا النتيجة الفورية تغطيب الشيب وارطب يعني ارتب ارتب ملمز ديال ارتب ناعم بزاف. هنقسم معاكم السبغة الهندية. السبغة ديال الهنود طبيعية مائة بالمائة كيفاش كيسبغوا الشعر ديالهم. كيفاش كيكون الشعر ديالهم في الملمز ناعم ارتب. وشنا هي الاشياء اللي كيدروا باش كيغطيو الشيب. يعني باش كيكون عندما داك اللون زوين بزاف الشعر ديالهم. وتيكون شعر ديالهم ارتب بزاف. على بركة الله هدي ندوز معكم طريقة. وشن هم المكونات اللي في هذه الوصفة هذه. وصفة سهلة بزاف. كتطلب اه مجهود اقل. والمكونات بسيطة. هنقسم معاكم طريقة والصبغة الهندية. يعني الصبغة اللي هما كيسبغوا بيها الشعر ديالهم. وكتعتهم واحد اللون غامق. تغطية شاملة للشيب. والشعر كيرجع ارتب 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 ارتب. بهاد الحناء ديال الهنود. اول شي. ضروري قبل ما نسبغوا الشعر ديالنا بالحناء ديال الهنود. ضروري اننا نغطيو الشيب. يعني بالنسبة للبنات او السيدة اللي عندهم الشيب. وبغاو يتغطى. فضروري ما يديرو الحناء الخضراتيان. يعني هذه الحناء فقط العادية. اخليتها واحد اربعة جلس ويتخمرت. مع معلقة جلز زيت. بحكم ان الحناء كنعرفوها كتنشف الشعر. فهنايا خديت القياس اللي غادي قذني انا الشعري. قلت لكم البنات فقط لتغطية الشيب. لا غير هذه الحناء هادي. هتغطينا الشيب. الحناء الثانية ديال الهنود اللي غادي نقسمها معاكم. هي اللي غادي تعطيناها ذاك اللون غزال. اللون البني. او لا اللون الغامق. بالنسبة اللي بنات اللي بغاو يغطيو الشيب. دوزل طريقة هنا قلت لكم. هتيتجوج معالق ديال الحناء. بحكم بغيت نغطي انا فقط الشيب. ضفت له معالقة زيت زيتون. حينت الحناء كتنشفنا الشعر. وخلتها يقضي قبل ماء الدافئ. خليتها تخمر واحد المدة اربع ساعات فقط. غصلت الشعر ديالي يكون شعر ديالي مغزول مزيان. ندير هاد الحناء هادي على الشعر ديالي. انا معاكم اللي بنات دقة دقة. ندير هاد الحناء. حتى نغطي ذو كل البلايس اللي فيهم الشيب مزيان. يتغطيهم ما يبقى الشيب يعني ما يبقتلش يضغبة في هالشيب بينها. نخليها هاد الحناء هادي نخليها في الشعر ديالي. واحد المدة ديال الثلاثة حتى ذاك الشيب اللي عندي يولي بورتقالي او لا يولي اللون دياله ليموني. هدا هو النتيجة اللي بغينا احنا نحصله عليها. علاش? حس ما دارين لا تشي حاجة دارين فقط الحنة والزيت. يعني ضروري غات عطينا ذاك اللون. احنا كنعرفوا ان الحنة الى ما ضفناش لها مكونات تانية فعدي يلو اللي غات عطينا. من بعد البنات من اللي غات نغسلوا الشعر ديالنا من هاد الحنة العادية. غنغسلوهم زيان. ونشفوه. بغينا نطبقو الوصفة التانية. نطبقوها اليومة. يعني في نفس النهار. او لنت النوحة الغضة. هدا الاختيار كيبقى لنحناية. فانا يا ماذا بي نديرها في الصباح. وفي العشية ندير الوصفة التانية. هادي البنات متى لحنة اندياغو. حنة ديالهنو الطبيعية مئة بالمئة. ما في هاتشي اضافات. ما في احتشي مواد كيموية طبيعية مئة بالمئة. هادي هي الحنة ديالهنو هنود اللي هما كيصبغوا بها الشعر ديالهم. كتعطيهم واحد اللوين اغزالو لون طبيعي جدا. كينا في جوج ديال الالوان. كينا في القهوة. وكينا في اللون الاسود. هاد النبتة هادي اسميتها الحنة ديال اندياغو معروفة عندهم في الهنود كيصبغوا بها الشعر ديالهم. وكتغطي لهم الشي بتغطية شاملة بطبع الحنة. علش هاد الحنة دي اندياغو? فهي كتعطي اللون فقط على الشعر العادي. يعني بالنسبة للزغبة البيضة او للشعر الابيض فما كتغطيهش. فذك الشعرش كنديرو الحنة كتعطينا واحد اللون اللي هو برتقالي او اللون ممكن ما خرج لكم ومن بعد كتحطوا فوق منو كتبقوا فوق منو هاد الحنة ديال الاندياغو. اغزالة البنت انا كنزحكم بها. فهي زوينة بزف. قبل ما نقسمها معكم فانا جمعت عليها معلومات وطبقتها فهي زوينة بزف طبيعية. الريحة ديالها دي ربحة الريحة ديال السبانخ بحكم انها نبتة. يعني هي ما فيها تشي اضافات كيموية او لا ما فيها طبيعية مئة بالمئة. اه في المغرب كتشروها من عند الناس اللي موتقوا منها. فايرا ما كتكونش في اي مكان تقدو تلقاوها في بارافارماسي تقدو تلقاوها في لسيد اولين. بحال جميع بحال كينا واحد لسيد سميتو انا زوينة. شي حاجة بحال عكا. الله الناس ما عارض. وما هايما يلا كتعافوها كيكونو شي سيدات هكا كيجيبوهم من الخارج وكيبيعوهم تمان مناسب. تمان ديالهم كيكون مئة وخمسين درهم. كتاخدو منهم فقط اه فقط شوية لنا ما شاء الله. واخا كتشوفوا ان الخنيشة فيها غير هكاك. ولاني ما شاء الله كتدري واحد جوجل معالا. فكتعطيك واحد يعني واحد كيمياء لا بأس بيها. نقلت لكم اللبنات هادي كتدر على الشعر كتخلط تهية بالماء الساخن. اه ماشي اه ماشي يعني ماشي شي حاجة ليس عيبة هي بحال بحال الحنة التانية. واخا كتشوفوا هاد اللون هادا خضر. ولاني صدقوني انها مني كتدر على الشعر كتلون الشعر كتعطينا واحد اللون غامق. غامق غامق. يعني بالنسبة اللبنات اللي بغوا تغطية شاملة غامق كتعطيهم الشي ما كيبقاش يبان كيبان شعرك طبيعي. وفي نفس الوقت كتلت طب لنا الشعر يعني الشعر ما تيبقاش ناشف. ما تيبقاش متقصف. اه كيولي يعني في المسجد يالور طيطب. اه اللبنات تسولوا على هادا الحنة هاتي اندياكو. انا هنا قسمت معكم هادا الطريقة وقسمت معكم هادا حكم ان كينين بزاف دي للسيدات بزاف دي للبنات ما تيبغوش الوصفات اه اللي كان قسم معاكم اللي هي كتبغي المدى وما كتبغي انكم تديريها مرة في الاسبوع وتعاودي مرة تانية وتعاودي وتعاودي باش تحصل على واحد اللون اللي هو غامق. فكينين السيدات اللي كيبغوا الوصفة تعطيهم النتيجة في نفس الوقت. يعني في نفس الحين كتبغي كيبغوا الناتيجة. فانا قدك الشي لاش قسمت معاكم هادا الوصفة هادي. فكنتمنى انكم تجربوها وتعطيكم النتيجة اللي ترضيكم. وانا متأكدة مليون بالمئة من هاد الخلطة هادي. مليون بالمئة اللي قسمت معاكم. فغادي تعطيكم تغطية شاملة ولوني. حتى السيدات اللي ما عندهم شي فقط باقيني سبوا الشعر دي لهم بلون بني. فراها غزالة بزاف وطبيعية مئة بالمئة. كتعرفوني انا يا اي حاجة طبيعية غادي نقسم معاكم. اه اي حاجة ما فيها ش كيموية ما فيها هاش ضرار غادي نقسم معاكم. فقط للاضافة بالنسبة للسيدات اللي قد يشيروا هاد الوصفة هادي او لا هاد هاد السبغة هادي. قبل ما يتبقوها على الشعر دي لهم ياخدوا واحد 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 الكيمية بسيطة يخلطوها ويديروها باش يشوفوا واش ما كانت تشي حساسية. فهدي لها كتبقى نبتة طبيعية. فشوفوا فقط واش ما ندل لكم شو الحساسية. هدي فقط كتوضيح. فهي رام ما فيها تشي ضرار ما فيها بالعكس. هدي حنغزالة طبيعية. عادي الحنة دي اللي هنود هي باش كيستبقوا الشعر دي لهم. هي باش كيرطو واحد الشعر دي لهم. وخامي يكون شفيهم الشي بكيطلوها على الشعر دي لهم. كتعطيهم قتلكم كتعطيهم واحد اللوين كيبري. واحد الملمس. رتي طب غزالة بزا فالبنات غير سيروا وبحثوا على هاد سبغة هادي. كتبوها هكا في جوجل ولا كتبوها في اليوتيوب كتبو حنة وغادي تطلال لكم. ان شاء الله يا ربي غادي تجربوا واحد حنة وتعطيكم السبغة. هاد الحنة هاد الحنة دي لهم. ملي يديروها على الشعر دي لكم طب هاد الحال يكون نقي. يعني ملي تغسلو الشعر دي لكم من الحنة. بالنسبة اللي بنات اللي غادي يتبقوا الحنة يالولى. لتغطيات شيب. يتبقوها ومبعد يغسلو الشعر دي لهم يعني ما يضهنوش بالزيت. اي خلوا الشعر دي لهم نقي بدون زيت. حت هاد الحنة دي لاندي اقول ما كتا ملي كتدريها وشعرك ده هنا بالزيت فما كتعطيكش النتيجة مئة بالمئة. حت الزيت والا وهاد الحنة هاد بحالك يدروا عازل. فمن الاحسن انكم بدون زيوت بدون اي شيء تبقوها على الشعر دي لكم. اه كما قسمت معاكم بعد الطريقة دي لها غزالة. اللون دي لها هنا كيبا اخضر. ولاني انا ملي درت على شعري. وخليت او حد المدة. رجع اللون دي لها اسود. غامق. اسود. اه البنات هاد الوصفة هادي. انا هاد الحنة هادي. انا شريتها. يعني ماشي كندير اشهار ولا اي شيء. انا شريتها فقط. حيث كي ما قلت لكم بزاف دي لبنات بزاف دي لسيدات ما عندهمش صبر مع الوصفات الطبيعية. فكي بغوا شي حاجة اللي هي اه شي حاجة اللي تعتهم النتيجة فورية. هاد الوصفة هاد الحنة دي لاندي اقو. اكدر على الشعر. تبقى واحد المدة دي لكتة تسويع تربعة تسويع. امنة مئة بالمئة وما فيها تشي ضرر. كتديرها على الشعر دي لك. كتخليها حتى كتشوفوا ان اللون دي لشيب دي لك. اللون دي لولا غامق. ومن بعد كتغسلي شعر دي لك. اظن انها اربعة تسويع كافية جدا. انا بالنسبة لي شخصيا اربعة تسويع كافية جدا. من ثم اخليوا على الشعر دي لكم. ممكن ما قلت لكم. كو شوية طلوا على البنات. بالنسبة البنات اللي بغو تغطيها لشيب. قولها شوية طلوا على آآ اللون دي الشيب وشو اللا اللون دي الغامق من بعد كتغسلو الشعر دي لكم عادي. ما اللي تغسلوه? ما تديرو الشامبوان غسلوه فقط عادي وديرو لزويته. وخليه واحد بالمدة دير يومين ولا ثلثيام حيس يكون ما خليتيها بدون آآ شامبوان بدون كتزيد طلق اللاون دي لها كيزيد الغمق بالنسبة للبنات اللي عندهم آآ الشيب وبالنسبة للبنات اللي ديرو الحناء. فهذه فقط كناصيحة. نخليكم البنات في رعاية الرحمن. كنتمنى يربيد الوصف هذي تعجبكم. كنتمنى